عظم شهداء الإسلام قد نالوا هذا الإكرام الله تعالى بشرهم بالجنة في خير مقام عظم شهداء الإسلام قد نالوا هذا الإكرام الله تعالى بشرهم بالجنة في خير مقام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه وانهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيات والأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قافلة الشهداء وموكب الأحياء أحياء عند ربهم يرزقون أولئك الذين كتبوا بدمائهم وأرواحهم وأنفسهم امتدادا لهذا الدين وحياة له هؤلاء الشهداء الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم واتخذهم لنفسه شهداء الإسلام يشهدون لله بالحق على أهل الحق أنهم قاموا له بالحق ويشهدون لله بالحق على أهل الباطل أنهم طغوا وبغوا وعاندوا الحق وأهله نحاول أن نتنسم عبير الشهادة في سبيل الله وأن نستظل بسير أولئك الشهداء وأن نتذاكر ما فيها من معاني لعلنا أن ننشط فنكون مثلهم فيرضى الله عز وجل عنه من مواقف أولئك الشهداء أنهم كانوا يحرضون إخوانهم ساعة مواجهة العدو في ساحة الحرب حتى لا يتراجعوا وحتى لا يكسرهم عدوهم فأنا حين أكون قويا ينبغي أن أورث القوة وأبثها في من حولي حتى نكون يدا واحدة ويد الله مع الجماعة من أولئك الأبرار الذين خاضوا غمار الحرب وشجعوا غيرهم وقتلوا شهداء في سبيل الله زيد بن الخطاب رضي الله عنه ذلك البطل الذي ثبت وحث أصحابه على الثبات في موقعة اليمامة يوم مقابلة المرتدين مع مسلم الكذاب وهو أخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أسن منه كان أكبر سنا من سيدنا عمر زيد بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل راية المسلمين يوم اليمامة فلما حمل المرتدون على المسلمين وانكشف المسلمون يعني تفرقوا من أمام المرتدين وظهر بن حنيفة المرتدون على المسلمين وكادوا أن يفتكوا بهم رأى زيد صفوف المسلمين تتفرق فقام زيد يخطب في الناس وهو يحمل الراية ويقول أما الرجال فلا رجال أما الرجال فلا رجال يعني ينادي أين الرجال أين رجال محمد صلى الله عليه وسلم أين رجال الإسلام ثم جعل زيد بن الخطاب يصيح بأعلى صوته ويقول اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي أعتذر عن فرار بعض المسلمين من أمام العدو اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة الكذاب وأصحابه أبرأ منهم وجعل يشد بالراية ويتقدم في نحر العدو يمسك الراية بشماله حتى لا تسقط وتقع على الأرض ويمسك السيف بيمينه وما زال يقاتل العدو حتى قتل في سبيل الله عز وجل حتى قتل في سبيل الله عز وجل وكان عمر بن الخطاب كلما ذكر أخاه زيد بن الخطاب يبكي بكاء شديدا عليه ويقول أسلم قبلي ولحق بربي قبلي كان في تلك المعركة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما وسالم مولى أبي حذيفة كان من الشباب حفظت القرآن الكريم وكان يحمل راية أيضا فحفر حفرة في الأرض وأمسك بالراية حتى لا يفر من أمام العدو يطلعش من الحفرة رافع الراية ثم قال له المسلمون يا سالم إنا نخاف أن نؤتى من قبلك إياك أن نؤتى من قبلك أوعى الراية تقع من إيدك يا سالم أوعى تشوف الأعداء دخلين علينا وهجمين علينا فتجري من قدامهم إياك أن نؤتى من قبلك يا سالم فقال سالم بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي ما بقاش أنا إلا حفظ القرآن لو أنا سبت المعركة وهربت والعادو عرف يدخلكم من نحيتي بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي وقتل سالم شهيدا في سبيل الله في تلك المعركة ويقال إن أول من قتل من المسلمين شهيدا رجل جاء إلى أبي عبيدة ابن الجراح أول من قتل شهيدا في تلك المعركة رجل جاء إلى أبي عبيدة ابن الجراح فقال له يا أبا عبيدة أبو عبيدة أمين الأمة أحد العشر مباشرين من الجنة قال له الرجل الذي لا نعرف اسمه يا أبا عبيدة إني قد تهيأت لأمري خلاص أنا داخل المعركة وتهيأت للشهادة ناوي على الشهادة مش حسب أرض المعركة إلا أن أقتل شهيدا في سبيل الله يا أبا عبيدة إني قد تهيأت لأمري فهلك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب حاجة أبلغها للنبي عليه الصلاة والسلام لما طلع له فوق إيه إيه العزة دي وإيه الثقة دي كلها يا أبا عبيدة إني قد تهيأت لأمري عزمت على الشهادة في تلك المعركة فلن أترك المعركة حتى أقتل شهيدا فهلك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحب تحملني رسالة أوصلها للنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام وتقول له يا رسول الله إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فتقدم هذا الرجل فقاتل حتى قتل في سبيل الله عز وجل عبد الله بن حرام هذا من أهل المدينة والد جابر بن عبد الله الأنصاري قتل شهيدا في غزوة أحد فكلمه الله عز وجل كفاحا أي مباشرة وهذا من فضل الله على عبد الله بن حرام وإخوانه من الشهداء أن الله عز وجل كلمهم كفاحا مباشرة من غير واسطة يقول جابر بن عبد الله الأنصاري لما حضر أبي قتال أحد دعاني بالليل فقال لي يا بني إني لا أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني لأن جابر كان أخو بنات وكان عبد الله بن حرام عنده جابر وعدة بنات فقال له يا بني أنا حاسس أن أنا أول واحد هيتأتل في غزوة أحد من أول ناس لها هيتأتل في غزوة أحد وإني والله ما أدع أحدا أعز علي منك بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أول واحد أعز علي النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين أنت يا بني يا جابر يا حبيبي وإن علي دينا فاقضي عني ديني واستوصي بأخواتك خيرا يعني خد بالك من خواتك البنات وسد ديوني قال فأصبحنا فكان أبي أول قتيل في أرض أحد فدفنته مع رجل آخر في قبره ولم تطب نفسي أن أتركه مع آخر في قبره فاستخرجته بعد ستة أشهر يعني فضل أبو متفونجا بواحد ستة شهور قال وانا حبيتي كل قبر الواحد فذهبت فاستخرجته من قبره بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته كيوم وضعته سوى أذني يعني جسمه زي ما هو ما تغيرش غير تغير بصد في أذني بعد ستة شهور وهكذا الشهداء يحفظ الله عز وجل أجسادهم كما أخبر العلماء عبد الله بن حرام بيقول إيه رأيت في النوم قبل غزوة أحد كأني رأيت مبشرة ابن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في الأيام القادمة يا عبد الله بن حرام انت جيلنا ومبشر ابن عبد المنذر هذا كم من الشهداء السابقين جهل عبد الله بن حرام قبل غزوة أحد قال له أنت قادم علينا فقلت له أين أنت قال نحن في الجنة نسرح فيها كيف نشاء قال ألم تقتل يوم بدر بيقول بقى عبد الله بن حرام بيقول قلت في النوم لمبشر ابن عبد المنذر قلت له ألم تقتل يوم بد؟ قال بلى قتلت ثم أحيت يقول فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر ستقتل شهيدا ولما قتل عبد الله بن حرام حزن عليه ابنه جابر بن عبد الله فرآه النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا حزينا فقال له يا جابر ما لي أراك منكسرا لازم نسأل على ابناء الشهداء يا جماعة نشوف إيه همومهم بيفكروا في إيه ومحتاجين إيه ما لي أراك منكسرا يا جابر فقال يا رسول الله أبي استشهد معك في غزوة أحد وترك ديونا عليه وترك لي أخوات يعني هعمل إيه ولا أعمل إيه فقال ألا أبشرك بما لقي أبوك من بعدك يعني أقول لك أبوك الثواب بتعويه قلت بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطك كلم الله أباك مباشرة وقال له يا عبدي تمنى علي أعطك اتمنى اللي انت عايزه وأنا أعطيك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثاني ترجعني الدنيا آف جنب النبي عليه الصلاة والسلام وأقاتل حتى أقتل مرة أخرى فقال الرب سبحانه إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون خلاص اللي بيقتل ما بيرجعش للدنيا تاني فقال يا ربي فأبلغ من ورائي أبلغهم أنك قد رضيت عننا وأدخلتنا الجنة بشهادتنا في سبيلك فأنزل الله عز وجل الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون مواقف عجيبة في الشهادة مواقف عجيبة في الشهادة تحتاج منا إلى أن نقف عندها كيف صنع هؤلاء كيف ربي هؤلاء كيف ثبتوا هذا الثبات العظيم كيف لم ينهزموا نفسيا أمام عدوهم كيف تشجعوا وحملوا أرواحهم على أكفهم هؤلاء ينبغي أن نفتش عن سيارهم أن نبحث عن مفاتيح حياتهم يعني إحنا لو وقفنا مع عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله حاليه بيقوله شوف بيقوله إيه ما تركت يا بني أحدا أعز علي منك بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف أعز علي منك بعد نفس رسول الله يبا الناس دولا ثبتوا لأنهم كانوا عندهم يقين كامل في الله عز وجل وفي النبي صلى الله عليه وسلم وحب كامل لله عز وجل و للنبي صلى الله عليه وسلم يفدونهم بالنفس والنفيس ده يبين المشهد ده المرأة التي استقبلوها وهي استقبلت النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من غزوة أحد ومعه وأصحابه فقالوا لها قتل أبوكي فقالت إنا لله أنين رجعون ما فعل رسول الله النبي حالوي صلى الله عليه وسلم قالوا لها قتل أخوكي قالت ما فعل رسول الله أولو للنبي حالوي لها أمها قتل أبوها ولا قتل قتل زوجك فقالت ما فعل رسول الله قتل ابنك قالت يا جماعة ريحون النبي عليه الصلاة والسلام أخبروا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فقالت كل مصيبة بعدك جلال يا رسول الله يعني كل مصيبة بعدك طالما انت سالم يا رسول الله أي مصيبة هينا يا رسول الله أي مصيبة تبقى خفيفة يا رسول الله فلم يهمها قتل قتل زوجها ولا قتل ابنها ولا قتل أخيها ولا قتل ابنها لأنني كان ذينا مشغول بمين بالنبي عليه الصلاة والسلام الناس كانت حرصة على الشهادة حارثة ابن سراقة جاءت أمه أم حارثة ابنها قتل في غزوة بدر فقالت يا رسول الله أين ابن حارثة أين ابن حارثة بعدما قتل فإن كان في الجنة صبرت ورضيت وفرحت وإن كان في النار حزنت فقال لها يا أم حارثة حارثة ليس في الجنة بل إنها جنان يا أم حارثة وفي جنة وحدة إنه في جنان ففرحت أمه وكان برا بأمه نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالشهداء على خير وأن يرضى عنا وعنهم في الدنيا والآخرة إلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصل لهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عظم شهداء الإسلام قد نالوا هذا الإكرام الله تعالى بشرهم بالجنة في خير مقام عظم شهداء الإسلام قد نالوا هذا الإكرام الله تعالى بشرهم بالجنة في خير مقام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة